اشتركوا في القناة من الممكن بإذن الله تعالى وبنسبة كبيرة أن يوم العيد الفطر سيكون ابتداء من الأحدة إلى الأثنين إن شاء الله إذن هذه الأيام الأحدة الاثنين أو نقول بالأحرى السبتة الثالث والعشرين والأحدة الرابعة والعشرين والاثنين الخامس والعشرين هذه الثلاث أيام متابعة الكلام ستكون بإذن الله تعالى درجات الحرارة تقريبا فصلية على المناطق الصحراوية ستتراوح ما بين تقريبا 33 إلى 42 درجة على المناطق الصحراوية فيما يخص منطقة الصورة إلى غير شمال الصحراوية والوحات ما بين 33 أو ما يقارب 40 درجة على شمال الصحراوية أما المناطق الشمالية ستكون أو أعلى من المعدل الفصلي وستتراوح ما بين 27 إلى 31 إلى 32 درجة فيما يخص متابعين كرام أحوال الطاقس هذه ثلاث أيام ستكون تقريبا الأجواء متابعين كرام قليلة الغيوم إلى صحب نسبيا على المناطق الشمالية للزائر فيما يخص المناطق الصحراوية ستكون أجواء ممطرة بأمطار أيضا قد تكون غزيرة أحيانا متابعين كرام على مناطق أقصى الجنوب إلى وسط الصحرا وشمال الصحرا والوحات والمناطق الجنوبية الشرقية إذن أمطار ستكون في الموعد قوية رفقة لرياح قوية وزوابع رملية ستنشط على المناطق الصحراوية هذه الثلاث أيام يعني يوم السبت الأحد والاثنين هذا والله أعلى وأعلى متابعين كرام هذا ما تشير إليه تحديثات للنماذج العالمية لحوال الطاقس سننتظر أيضا اقتراب المدة كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته